السلام عليكم يشكل كثير من المستخدمين أندرويد من كارتة الإشعارات الإباحية المزعجة التي تظهر من حين إلى الآخر على هواتف الأندرويد الإشعارات التي يتم عرضها فيتم يعني عرضها عن طريق تطبيق جوجل كروم الشهير تكون في الأصل من المواقع الأنترنت قام المستخدم نفسه بالموافقة والسماح لها بعرض هذه الإشعارات دون أن يدري في الغالب الأحوال في هذا الفيديو سنتعرف أكثر عن هذه المشكلة ونقوم بحلها فاصل ونواصل أولا دعونا نطرح سؤال لماذا تظهر إعلانات المزعجة في الشريط الإشعارات على الأندرويد فإذا كنت تستخدم جوجل كروم أو أي متصفح آخر فيمكن لكل المواقع يطلب منك الإذن بعرض الإشعارات على هاتفك وللأسف نقوم بتفعيلها بالضغط على الزر اللاو وهذا يعني يسمح أو توافق بذلك سيقوم الموقع بإرسال بعض الرسائل على شريط الإشعارات وللأسف هذه الإشعارات تكون دائما في غالب الأحوال يعني تكون إباحية إذن دعونا نريكم طريقة تخلص من هذه الإعلانات المزعجة وهي التي كالتالي فكل ما عليكم الدخول إلى التطبيق أقول كروم على هاتفك بعدها تضغط على الثل الشريطة الموجودة على اليمين في الجانب بعدها تقوم بتضغط على settings notifications بعدها show notifications كي تقوم بمنع جميع الإشعارات أو يمكنك أن بدون أن تقوم بمنع جميع الإشعارات تدخل وتقوم هنا بمنع المواقع التي لا تريد أن تظهر على هاتفك وهنا دائما يعني تكون مواقع خاصة بكرة القدم يعني هي التي تضع هذه الإعلانات بكترة وأنت تسمح لها تقوم بتضغط على اللاو فأعود أن تعطيك اللاو أر بلوك قم بعمل بلوك لكي لا تسمح لها أن تدخل على جوجل كروم وتعطيك رسائل إباحية وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من مشكلة الإشعارات المزعجة الطريقة يمكنك استخدامه مع جميع المتصفحات الأخرى غير جوجل كروم كما هو الحال وإذا لم يتم حل المشكلة فهنا أنصحكم بمشاهدة الخلقة الماضية والتي كانت تحدث فقط على التطبيقات يعني مشاكل التطبيقات إذا لم تكن مشكلة في جوجل كروم فتكون هناك مشاكل في التطبيقات لأنك قمت بتطبيق تطبيق خارج جوجل بلاي ودى التطبيق يعني يسمح ويقوم بإظهار بعض الإشعارات أو إعلانات المزعجة والإباحية ويمكنك حدفها بمشاهدة الحلقة الماضية سأضع لكم في إسراءة ديسكريبشن أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة دوم دوم في أمانينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة